أزمة قلبية أم شبهة جنائية؟ الغموض يحيط بوفاة مدير إدارة العمرانية التعليمية تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية داخل مكتبه لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمدارية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد استقبال مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية مصاب بديء تنفس ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالتقابل مع أسرة المتوفي أفاده بأنه يعاني من مشاكل وأمراض قلبية من حوالي شهر ونفع وجود شبهة جنائية في الوقع وجرت تحفظ على الجثمان داخل تلاجة المستشفى تصرف النيابة عامة أفدت مصادر مطلعة للتحقيقات أن التحقيقات الأولية تشير إلى حدوث الوفانية تجد أزمة قلبية كما تسلمت النيابة التحقيقات اللي أجرتها لأجهزة الأمنية حول الوقع واللي بتبين من خلالها أن المتوفي كان بعاني من مشاكل وأمراض قلبية من شهر وأضافت المصادر أنه بعد تداول أنباء عن مفارقة مدير الإدارة الحياة بسبب تناول حبة سمة تسببت في إصابته بألام في المعدة ووفاته في الحال جنائية في الوقع نظرا لأن ولادهم ليس داي أي ميول عنيفة لإنهاء حياته يعني أولاده يقولون ما فيه شبهة جنائية ولا حاجة لأنه ما عندهوش ميول لكن فيه كلام أنه أخذ حبة سمة وطبعا تم اتخاذ كفة إجراءات القانونية لازمة حيل الوقع ومزالت التحقيقات مستمرة لسا التحقيقات مستمرة من جانبه قال مصدر بمديرات التربية والتعليم بالجيزة نتم إحاية وقعة وفاة أحمد زكريا مدير الإدارة العمرانية التعليمية في الجيزة للنيابة العامة لتباشر تحقيقات في الوقع بعد العصر على جسد يوم الحد الماضي في مكتبه لتأكد موجود شبهة جنائية للوفاة من عدمها وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم تنتهي تحقيقات النيابة مشيرا أنه يوجد العديد من الروايات حول وقعة الوفاة وتابع نحن في المديرية لا نعلم شيء وفي انتظار نتيجة التحقيقات وأوضحة المصادر أن الجانب مباحث يتواجدون في الإدارة التعليمية للتحقيق في الوقع مؤكدين أن مكتب زكريا لا يوجد به أي كاميرات مرأبة وأكد المصدر أن المدير الإدارة المتوفي كان على خلق وجين ولم تصدر منه أي مشكلات في فترة تولي الإدارة التعليمية كانت أنباء ترددت عن سبب الوفاة حيث تناول حبة الغلة السامة ولكن لما تم التأكد حول وجود شبهة جنائية من عدمها وخاصة أن الرجل كان معروف عنه أنه صاحب خلق عالي وعلى قدر كبير من الإيمان سنرى ما يحدث في القضية دي وأي حاجة جديدة سأقول لكم عليها